أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي العمل على استكمال إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان والتي تتضمن توقيتات زمنية محددة لكل مستهدفة أشار مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى أن عددا كبيرا من الوزرات انتهت من إرسال البرامج لمجلس الوزراء مطالبا باقي الوزراء بسرعة تقديم برامجها تفصيلية الاجتماع استعرض اعتزام وزارة البترول تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي فضلا عن تكرير المنتجات البترولية وذلك بالتوازي مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة بقطع البترول والغاز وتنقيب عن المعادن النادرة مستعرضا خريطة هذه الفرص الاستثمارية خلال الاجتماع طلع مدبولي على تقرير بشأن الحالة الوبائية لفيروس بودري القرد حيث أكد التقرير عدم رصد أي حالات مصابة بالفيروس في مصر حتى الآن كما اطلع رئيس الوزراء على الخطة الستراتيجية للتعامل مع نوبات تلوث الهواء كما اطلع أيضا على نتائج استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي ترجمة نانسي قنقر